ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير نهاردة فيديو عن مشتريات بسيطة الرمضان نزلت العادة بعدشان نشتري حاجات خامات وكده فنزلت وشتريت شوية الحاجات البسيطة دي في الله بينا مع بعض اول حاجة جبت مجموعة البولات دي كان سعرها تسعة واربين جنيه هم ستة شكلهم حلو او الوانهم جميلة وخاماتهم حلوة اللي عجبني ان الخامة حلو كمان كان في الحالة سغانطوطة دي موجودة كان سعرها 15 جنيه وحد كان واقف بيباعهم يعني فعجبتني شكلها بجد شكلها حلو قوي سغانطوطة كده ممكن تحطها في المطبخ من ضمن الديكور رمضان فبجد يعني اكتر من من رائع كديكور يعني كده فجبتها كمان جبت اليافتة سغانطوطة دي مكتوب عليها اهلا شهر السيوم اه دي كان سعرها 10 جنيه من سوق الورق بيباع فيها double face بتلزقوها على الحيطة بتحطوها على المكتب عندكو او على الطربيزة يعني ممكن تعمليلها ديكور في المطبخ كده يعني كمان جبت المفرش الخيامية ده ومشت حلو قوي مش عارف بزبط ومشت اسمها ايه يعني ما سألتش الاسم بس اه خامتها حلوة وتنفع مفرش وتنفع حاجات لديكورات رمضان واللون ده مختلف شوية كان فيه اللون الازرق برضو كان حلو اه فجبته كان المتر ب35 جنيه اه جبت متر جبت كمان متر من قماش الخيامية العادي اللي هو لونه احمر متعرف عليه اللي احنا على طلب نجيبه كان سعره 45 جنيه هو اغلى لان خامته كانت انعم فيتنفع برضو مفرش للصفرة للترابيزة ممكن تحطيه في اي مكان يعني كمفرش ديكور وكده الاحمر برضو ينفع مفرش وينفع لحاجات الزينة وكده خامته حلوة قوي والوانه زهية بطريقة فضيعة بجد كان فيه اه واقفين بيبعوه بس يعني الخامة مش حلوة وكان القوي يعني الالوان مش زهرة قوي ده تحفة بجد وعالحقيقة تحفة جدا جبتوا من الغورية بس في المحلات اللي ايه في الاول قبل ما بتدخلي عالغورية من جوا هو في المحلات اللي برا ايه بس هو ده ريفيو نهار ده اتمنى اللي هو يكون عجبكو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصدوكو كل جديد باي باي